أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم صدق الله قولنا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات عملنا ومن يهديه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له ولي المرشدة ثم نصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد من عبد الله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة حتى أته اليقين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سادتي الحضور إنه لمن دواء الفرحة والسرور أن نتقي هذا اليوم في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعات المباركة على الحب والأخا ذلك هو المنهج الرباني ذلك هو المنهج الإلهي لكن ذلك ما هو المنهج الإسلامي الذي دعا الله سبحانه وتعالى حيث قال إنما المؤمنون إخوة موسيقى 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 الشيخ شمسدين حافيز موسيقى موسيقى الشيخ عبدالعزيز موسيقى 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 شباباً. قبل أن أقبل أن أقوم بحبه في حاجة إلى عملية. اليوم تقوم بحاجة صفحتي مع شخص جزيلاً جينما لديهم الشعر في كانت المسكين في نسيزول وشخص عملية على الحكم ولاذا أفعله على المحاولية العائلة. اليوم، في الصدقل مدلسيب, العامة لأنه ربما يجب أن ترقى ونهاهنا أي شخص في المسكين ونهاية كامل. معاً كمهم عاموا بحقًا نحن نعرف شكرا لك أولاً وكما يكون هناك الضوية ولكنه أمضيناك لديكم أجل سنواتنا وأن هذا المنزل لي أجل 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 يشعر أن هذا الأمر ومن أجل أن يوجد بعض هذه المزيدة من المنزل تجهوها في المنزل في رجالة وحبك في مرموعة وفيه وحبك ستحولها في المنزل كمسل المنزل هنا في لين on vous sera toujours reconnaissant de ce travail sans plus garder je laisse la parole à monsieur le consul général d'Algérie a Lyon vous dire c'est quelqu'un شكراً أستاذ بن ديدي بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين أتشرف بمرافقة سيد عميد مسجد باريس في هذه المناسبة طيبة لما قدم لي سيد بن ديدي هذا العرض فلقد قبلته للوهلة الأولى نظراً لهمية المناسباته وأختنموا هذه الفرصة لأنويها بالمجهودات التي قام بها العائمة وعناع ربي إن شاء الله يبارك لهم في العمر ويضغل لهم في عمرهم العمل الجبار الذي قاموا به في هذا المجال وهذا التتويج الذي أتى عرفاناً لهذه المجهودات إنما هو لقد جاء باستحقاق وهذه المبادرة التي قام بها سيد عميد مسجد باريس من خلال سيد بن ديدي إنها مبادرة يجب أن نقيمها أحسن تقييم وأن تكون عادة من عادتنا لأننا في بعض الأحيان نتجاهل أو نتناسى العمل الذي قام به هؤلاء المشايق لأنه بفضلهم جاليتنا اليوم في طريق المستقيم إن شاء الله والجدير بالذكر هو أن كل هذه الأعمال التي قام بها هؤلاء المشايق قاموا بها بدون أن ينتظروا أي مقابل قاموا بهذا العمل هذا لأنهم بكل بساطة يحبون بلدهم ويهتمون كل الاهتمام بجاليتهم حتى وأن الظروف التي يعملون فيها أو التي عملوا فيها هي ظروف جد صعبة نظماً للمحيط الذي نعيش فيه وكل الهجمات التي نتلقاها نحن كمسلمون فمرة تالوغرة وحتى لا أودل على الإخوة أنا يعني كقنصر عام أتوجه بالشكر والعرفان لكل هؤلاء الأشخاص الذين لم يددخلوا أي جهد في مجال عملهم وأتوجه بالشكر والفضول سيئة لأخذ قلقها يحبك في جعل التكتب على دولان ونطع شكم لكن انتظروا أعني كنصر رئيسة بسبب في معه للغاية التكتب أعني أعني مثل متفابة أعني أعزائي أعني أعزائي إنه مفتوم للأس سيئوظ. سألوى الأنس اعرفها وما ومن ديدي سألوى متشفاركة سألوى هذه تربية وأشوفر من وخياره أن تكون هناك هكذا في دكتورنا وإنه لا يتصوير لنسيق حتى الوقت ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي 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 قنقر نانسيق نانسي قنقر نانسي قنقر وقالوا بس أن تساعدوا بشكل أولئك وقت هناك أخرجهم أعتقد أن هذه الدعوية وهي أفضل هناك أقلت أعني أعني أفضل وحديث أعني أفضل أريد أن أغاني أفضل سنة معين ميزاعة سنة لأولادها سنة ونحن أضل ونحن أسألتك معمودي لأننا نفعلها في هذه الحالة كلها نفعل ذلك مدعي هذا المدعي نحن نحن محل جمعنا بثائر المسخة للمسخة ولم نحن للمسخة للمسخة ولم نحن للمسخة للمسخة فيها جنة Nous l'avons fait à Lille et je devais déjà être parmi vous la semaine dernière. Mais pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu me déplacer. Je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que je sais que prévoir ce genre de cérémonie pour le Hedjab Tjour, c'est quand même une question de logistique. Et malheureusement, au dernier moment, j'ai été obligé d'annuler. Mais enfin, Alhamdoulilah, je suis aujourd'hui parmi vous. Il faut savoir que, bien évidemment, comme tout à l'heure le questionnait M. le Consul Général d'Algérie à Lyon, c'est, je l'espère, une tradition qui va être perpétrée. Nous l'avons inscrite pour l'année dernière, pour le 17 octobre. Vous savez, sur la symbolique de cette date, ce que représente pour notre immigration ici en France la date du 17 octobre. Malheureusement, du fait du confinement, nous n'avons pas pu réaliser au moment voulu cette cérémonie. Mais malgré cela, nous avons organisé à la Grande Mosquée de Paris cette cérémonie en présence de son Excellence M. l'Ambassadeur d'Algérie en France et d'un certain membre de responsables de l'administration. Il y avait les responsables du Bureau central des cultes, du ministère de l'Intérieur français, qui étaient présents. Et à ce titre-là, c'est pour montrer que cette cérémonie, elle se fait avec la bénédiction des deux États, l'Algérie et la France. Aujourd'hui, je vois ici dans cette salle des imams, ce qu'on appelle des imams détachés. Moi, je tiens à leur rendre hommage à ces imams détachés qui font un travail exceptionnel ici en France. C'est eux qui ont permis à la Grande Mosquée de Paris de lancer des instituts de formation, des annexes. Inch'Allah, je tiens à vous informer que nous allons bientôt, ici, dans cette région, créer une annexe de l'Institut de formation des imams que nous appelons dorénavant l'École nationale Ibn Badis, qui va ouvrir ses portes pour former nos futurs imams ici en France. Et nous voyons donc que ces imams détachés, qui sont des fonctionnaires de l'État algérien, qui travaillent avec abnégation, avec sérieux et dévouement pour établir un programme de formation et en même temps pour encadrer les étudiants de cette école nationale. Donc, franchement, bravo pour ces imams détachés. Et donc, aujourd'hui, nous allons remettre des médailles avec une attestation qui montre à quel point la Grande Mosquée de Paris ne peut pas oublier ses bâtisseurs. Ces bâtisseurs qui ont tellement fait pour notre communauté musulmane ici en France. Et donc, je voudrais aujourd'hui, à travers ce moment solennel, pouvoir remettre ces distinctions à ces personnes. Ce n'est pas la seule fois que je viendrai ou qu'un représentant de la Grande Mosquée de Paris viendra, parce que je sais qu'il y a dans cette liste que nous allons faire qui n'est pas complète. Je voudrais également m'adresser aux ayants droits, c'est-à-dire aux personnes qui sont décédées déjà, malheureusement. Mais j'aimerais que leurs parents, que leurs enfants, leur épouse, sachent que ces bâtisseurs ont le droit à toute notre reconnaissance. Et je voudrais même aller plus loin. Nous sommes en train de faire une liste des maires. Les maires qui ont aidé à ce que, dans leur municipalité, on puisse construire une mosquée. Et ces maires qui ont donné toutes les possibilités juridiques à ces bâtisseurs pour pouvoir construire les mosquées. Il faut que nous élargissions aujourd'hui ce type de distinction à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la construction des mosquées de France. Et au-delà de la médaille, je suis, au niveau de la grande mosquée de Paris, en train de demander à des étudiants de faire des recherches pour trouver de manière beaucoup plus scientifique. Parce que là, nous le faisons de bouche à oreille. Nous essayons de faire la liste des bâtisseurs. Mais peut-être que, si nous faisons ce travail scientifique de recherche, nous pourrions peut-être aller beaucoup plus loin. Parce que je pense que tous ceux qui ont participé à la construction d'une mosquée doivent être aujourd'hui reconnus à ce titre, récompensés. Et nous leur devons cette reconnaissance. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer à remettre ces distinctions. où, incha'Allah, nous aurons l'occasion de perpétrer cette très belle tradition. Au-salamu alaykoum wa rahmatullah wa rahmatullah. Merci, M. le recteur, merci, M. le consul général Brugio, merci, M. le consul de Saint-Étienne. Merci aussi à vous tous d'être présents avec nous. Et sans plus tarder, on va commencer à la remise du club. Monsieur Amit Douali, Amit Douali est un de mes anciens de la mosquée de Saint-François. Amit Douali, attendez-vous. Monsieur le recteur, est un de mes anciens de la mosquée de Saint-François. Madame la parole est à vous. Merci beaucoup. اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 للمشاهدة 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 شكراً لكم 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 شكراً لكم